فنانة سامة إبراهيم خلاننا أقول لك منورة فوشيا خلاننا أقول لك في البداية كمان مبروك يامة في الجراب يحاوي مبروك تقلق شهر رمضان نبدأ معاك يامة في الجراب يحاوي تجربة جديدة ميوزيكال مع دكتور حال فخراني شفتها زي شفتها ممتعة ومرعبة لأنها تجربة على مستوى الامتاع فإنك بتشتغل مع فنان عريق قدير على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني وليس العمل كلها لطيفة مجهدة لكنها لطيفة مرعبة لأنه بالرغم أن أنا شغلي في حياتي كله مسرحي أغلبه إنما المسرح أنت كل يوم واقف بقوة بتستعيد قوتك تاني الصحية والزهنية علشان تقدر تقدم التجربة بإذن الله على أكمل وجل الجمهور فرعبها في إنك كل يوم في افتصال مباشر مع الجمهور ورعبها في الالتزام والمذاكرة الحقيقية لكل تفاصيل أنت مش بتعيد مشهد في الكاميرا وبعدين تجاود وبعدين لا أنت يعني أمام الأمر الواقع بشكل مباشر مع الجمهور شوفنا في المؤتمر كمان حلة ممكن من الكوميديا بينكم ومن بعضيكم هل ده كان موجود في الكواليس؟ طبعاً وخصوصاً أنه العرض فيه ممثلين كوميديين وحتى بقية الممثلين فكرة أنه فيه روح إنسانية وده خلقة حلة من البساطة ومن الأرية هي أنه الناس كلها الممثلين كلهم وحتى فريق العمل من الدراما الحركية وباقية للتقنيين كلهم نحس إن إحنا أسرة فعلاً فده بيخلي إنه وإحنا بقلنا مد بنعمل بروفات مدة طويلة فده بيخلي إنه فيما بيننا لفتات ومزاحات كده نفهمها بالعين يعني المسيحية كمان هتتاريت في اسكندرية شفتي ده إزاي؟ أنا اسكندرانية فشفت ده كأنك راجع لبيتك عشمان إنك تقدم واجبة لطيفة وإنك تكون عنصر في الواجبة اللطيفة دي منتشوخ أعرف رد فعل جمهورنا وأتمنى أنه ده يفتح باب لعودة المسارح سواء إذا كانت خطاعة خاصة أو حتى للفرقة المستقلة أو الفرقة الحرة سواء إذا كان إنتاج يعني بسيط أو إنتاج كبير إنه يرجع تاني فيه باور للمسرح فكرة إنه يبقى فيه أوروض مصرحية دي بتدعم المسرح مرة تاني على مستوى يعني مش بالضرورة النهار دا يبان أسره بس فكرة إنه الجمهور يرجع تاني يروح المسرح يعني آي مكان الإنتاج إيه؟ لكن ده مهم جداً لو حصل دعم للمسرح واستمرارية له حنرجع تاني حنرجع تاني نقدم للمسارح يعني إنه المسارح كلها تتفتح كمال مبروك شاية فيصل صح؟ أخليها شاية ستة شاية ستة أسفة شاية ستة صحيح شاية ستة إن شاء الله بكرة بإذن الله أتمنى من ربنا إنها يعني إن العمل يسيب صدى لطيف وخصوصاً دور مختلف هي الشخصية سايكو وده دور مختلف عن الحمد لله عن الأدوار اللي تقدمت بالنسبة لي والورق نفسه مختلف لمؤلفين الشباب متميزين يعني سعاد القاضي ورافيق القاضي ووحيد دول فعلاً انتظروا ورق مهم ليهم يعني بإذن الله وكل فريق العمل صراحة يعني مقدم تجربة مختلفة في شقة ستة كان فيه كلم نوى مسلسل روعب فهنا نجد نعرف منك بردك القصة لا هو مش رعب هو فور رعب هو رعب قوي يعني هو رعب حتى بالنسباني أنا بصور أنا كنت بتعرض ل يعني في مشاهد للضغط الشديد جداً يعني يعني لما نشو الله يتعرض المسلسل يعني جمهور هيفهم قصدي إيه بس المشاهد اللي فيها خطر دي متصورة بجد يعني إذا كان فيها نار أو فوق سطوح أو مع قطة برية ده بجد الموضوع كان فيه خسائر في وقت التصوير والله يعني أنا طلعت بالموضوع ده بمكاسب إن أنا كان عندي فوبيا من النار فتعالجت منها كان عندي فوبيا من المرتفعات اتعالجت منها أصد ما تعالجتش ولا حاجة بس هو يعني هي التجربة كانت صعبة قوي لكن تحس إنه قدي إيه لواحد وده مش يعني لازم له يبقى له حدود يعني بس قدي إيه لواحد من كتر محبته للتمثيل بيحاول إن هو يقدم أفضل معانده مش عايز أحرق لك ولا أحرق لجمهور لكن هو موضوع إن شاء الله إن شاء الله يعني أفتكر إنه حيصي بأثر لطيف قوي عند المشاهدين إنني سامبراهيم نوارتين ويا رب بتوفي يا رب شكراً لحضرتك وسعيدة بكم